اشتركوا في القناة على السياحة كداعم قوي للعملة الاجنبية داخل البلاد اضطرت السلطات الى تقديم تنازلات كبيرة لاسترجاع السياحة الروسية مرة اخرى وسمحت لوفود امنية روسية وبريطانية لتفتيش المطارات فضلا عن شراء برامج مراقبة امنية تم تركيبها في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لكن الامر ما زال محل سر حتى ان عبدالفتاح السيسي وفي مؤتمر الفين وثلاثين الذي ذشنه في الفين وستة عشر للترويج لبرنامجه لتطوير مصر اعترف بمحاولات البعض التأثير على العلاقة المصرية الروسية من خلال اسقاط الطائرة وليس ضرب القطاع السياحة فقط الملفات السياسية والعسكرية كانت احد بوابات سلطة القاهرة لترميم العلاقات مع روسيا بعد حادث القاهرة فظهر التقارب المصري الروسي في الملف السوري بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتداخل السيسي مع بوتين في شراكات عسكرية وصفقات سلاح ضخمة فضلا عن ابرام اتفاق لانشاء مفاعل نووي مصري تقوم على بنائه روسيا بالاضافة الى التقارب في الملف الليبي والذي صحبه مناورات عسكرية بين البلدين في البحر المتوسط وتواجه السياحة المصرية انخفاضا ملحوظا في ايراداتها بسبب تأثيرات سقوط الطائرة بسبب تعليق بعض الدول لرحالاتها الجوية وهو ما تسعى القاهرة الى ترميمه في المستقبل القريب وعينها في المقام الاول على السياحة الروسية فما بعدها اسهل بكثير اذا عمان على اسقاط الطائرة الروسية